اهلا بكم مشاهدي القناة مرحبا بكم جميعا في فيديو جديد تحدث مدير الشباب والرياضة لولاية قسنطينة عن الخسائر المسجلة عقب مباراة النادي الرياضي القسنطيني والنجم السحل التونسي برسم ذهاب الدور التمهيدي من رابطة ابطال افريقيا حيث قال سجلنا تحطيم اكثر من الفي كرسي مع اتلاف مضمار العاب القوى بالاضافة الى الحاق خسائر لبابين الالكترونيين وقال ايضا سنستعين بالخابير لتحديد الحصيلة النهائية لتسليمها الى نادي شباب قسنطينة لمرسلة الكونفيدرالية الافريقية عن طريق الاتحاد الجزائري لكرة القدم وكشف على ان كاميرات المراقبة رصدت كل الاضرار وقال في الاخير نتمنى ان لا تتكرر مثل هذه الاحداث المؤسفة ويجب المحافظة على الممتلكة العامة التي كلفت الدولة امولا طائلة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر